الأجواء العائلية الواحدة في رمضان من أكثر الأمور التي تميز هذا الشهر وتضفي عليه رونقا خاصا هنا في مدينة بني وليد لم تقتصر تلك الأجواء على أبناء البيت أو الشعب الواحد بل قام أهالي المدينة باحتضان المغتربين عن بلدانهم في لفتة طيبة ومن هذا المنطلق أقامت منظمة البيت الآمن للتنمية وشؤون المهاجرين إفطارا جماعيا لكل من المهاجرين والجالية الإفريقية في بني وليد نحن نقوم بعملية إفطار يومية خلال هذا الشهر وعملية الأفطار هذه يقوم بها ناس من داخل مدينة بن وليد اللي يقوموا بالتبرعات من جميع أنواع التبرعات يعني لإحضار هذه الوجبة الغدائية العشائية الإفطارية للأخوان المهاجرين هذه المبادرة التي تجمع الإنسان من مختلف الأصول والعادات جاءت بمشاركة الهلال الأحمر وجمعية السلام للأعمال الخيرية إضافة إلى أهالي الخير في بني وليد بطبيعة الحال نحن متعاونين معنا في الوقت الحاضر الهلال الأحمر مدينة بن وليد والأخوة في جمعية السلام للأعمال الخيرية مدينة بن وليد حتى هي ونشكر الشكر التام لكل الجهود المبدولة من أخواننا وأهلنا القاتلين بهذه المدينة لتقديم كل المساعدات التي قدموا بها خلال شهر رمضان المبارك مبادرات عديدة سمعنا عن انطلاقها في عدة مدن ليبية بالتزامن مع الأيام الأولى من رمضان تهدف بمجملها إلى التخفيف من معاناة الناس في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة علاوة على إضفاء أجواء تتسم بالرحمة والتآذر بين المسلمين بمختلف جنسياتهم